السلام عليكم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة كنتمنى نتلقاكم بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة حلقة اليوم سنقول فيها ثلاثة المواضيع مهمة جدا أولا مشاركة فريق جزائري في بطولة رياضية عالمية جنبا إلى جنب مع إسرائيل الموضوع الثاني تقرير ألماني فرنسي إيطالي خطير جدا على تهجير أو طرد المهاجرين السريين من الجزائر في ظروف لا إنسانية والموضوع الآخر والخطير جدا محاولة الجزائر التنفيذ على نفسها بتنظيم مقابلة بين مولودية الجزائر وفريق سنداليستان المقابلة التي ستكون في نفس الملعب الذي سيواجه فيه المنتخب المغربي الفيتيان المنتخب السينيرالي وتقريبا في أقار من 24 ساعة بالمباراة وهنا سنضقونا نقوص الخطار ستعرفوا على التفاصيل من بعد سنرى أيضا مشاهد مضحكة للحافلة الذي يدرب الفريق سنداليستان جيران دينا سوف قطعوا الوراق وصافي الأمور خرجات على السيطرة خاصة من بعد الهزيمة ديالهم في العقر الدار ديالهم بثلاثة الزيرو أمام أسود الأطلس سوف من بعد المباراة الناس سوف يحماقوا وقطعوا الوراق رسميا ذكش علاش أعلن أننا سنضروا اليوم واحدة الجلسة طبية نفسية سيكولوجية لكي نتعرفوا على الأمراض العقلية والنفسية التي لدي الجيران في الجزائر سأصدف يوم الأربعاء الدكتور الكبير ياسين العمري الاختصاصي في علم النفس والسيكولوجيا سوف نسؤول على كل الأمراض والعاهات النفسية والعقلية التي يعانون من الجرار الحلقة ستنشر في نفس القناة دينا يوم الأربعاء 17 ما يكونوا في الموعد على الساعة العاشرة ليلة من توقيت المغرب العام الفيتك نضرت الحلقة على فريق المحامون الجزائريون الذين يرفضوا أنهم يشاركوا في بطولة عالمية لكرة القدم المصغرة كانت منظمة في مدينة مراكش هذه البطولة العالمية التي خاصة بالمحامات في العالم والعذر من المحامون الجزائريون كان أنه في هذه البطولة كانت واحدة من المحامون من إسرائيل مشاركة معهم حسب رأيهم هم لم يشاركوا مشيحة البطولة منظمة في مراكش في المغرب لاحظت أن هناك فرقة إسرائيلية في البطولة ورأيكم عارفينهم والقصة لهم مع فلسطين زالمة أو مزلومة قبل أسبوعين نسمع بنفس البطولة العالمية للمحامات هذه المرة ستنظم النسخة لسنة 2023 في مدينة سانتروبي الفرنسي وفي هذه البطولة هذه المرة كانت فريقين من إسرائيل مشاركين في هذه البطولة التي ستنظم في فرنسا ستقول لي وقيلها ممكن شخيحاتين تقول لنا أنه كان نفس الفرقة الجزائرية التي رفضت المشاركة في المغرب مشاركة هذه المرة في البطولة التي ستنظمها في فرنسا وقيل فرق إسرائيلية لا يمكن لا يمكن لماذا يمكن أن أرى هذا؟ وما تعتقدون أن الفريق الجزائر امتنى عن المشاركة في مراكش أو في المغرب من أجل فلسطين زالمة أو مزلومة في المشمش امتنى عن المشاركة لأنهم يكرهون المغرب أكثر من كرههم لإسرائيل وكما ترون هنا وستطيعون تدخل الموقع البطولة المحامات رغم خلالكم أيضا في صندوق الوصف كان هناك فريقين من إسرائيل مشاركين في البطولة المنظمة في فرنسا ونفس الفريق الذي شارك في المغرب اسمه فريق حيفا مشارك أيضا في هذه البطولة في فرنسا ونزيدكم بعض المرة كان هناك فريقين يعني ليس فريق أحدا في المغرب ونسبة لجميع أن الناس في الجزائر منافقون ويتهجرون بالقضية الفلسطينية وأنه في حقيقة الأمر لا يكرهون إسرائيل ولا يكرهون حتى فرنسا الكرة الوحيد والأبادل والمغرب إذا كانوا المحامون في الجزائر اللي هم بين قوصين من نخبة المجتمع الجزائري عندهم هذه العقليات فكيف يريدون أن الناس العاديون في الجزائر أو الناس العوام يكونوا أكيد سيكونوا حتالة وحقيرين أكثر من المحامون اللي يقفض التطبيع غير من أن تكون بطولة مقامة في المغرب ولكن عندما تكون مقامة في فرنسا لا يوجد مشكلة أن يطبعوا جلس المرات مع فريقين إسرائيلية وماذا لديكم موجهة؟ لم تشاركتوا في نص البطولة المنظمة في المغرب وإذا كانت فرنساية المنظمة ستطبعوا مع الفرق الإسرائيلية وستشاركوه مع فريقين إسرائيليين من فوق وفي نهاية نحن مع فلسطين الظالمة أو مظهومة ركت لكم في المشمش دائما في الفضائح التطبيع الجزائر مع إسرائيل تنفكر أن هذا اللاعب الجيد الذي تزرفه ومشكل المسيرة هذا اللاعب الجزائري ما سيقول لأن فريقين المحامل من الجزائر ستطبعوا مع فرق إسرائيلية في دولة فرنسا وما كانت تردت فعله فأنترى أن أندي ديلور عطاله خمسة اللاعبين من المنتخب الجزائري الأول يذهب إلى مفتل آبيب مع الفرق الفرنسية ضد فرق إسرائيلية وبطريقة عادية جدا المهم جيراننا بامتياز ومجيران الشقاق والنفاق وتحية مقولة بوخ الروبع نحن مع فلسطين زالمة أو مزلومة ولكن في المشمش مؤخرا نسمع أن الجزائر تشكي وكتشكي وكتغوط على البرلمان الأوروبي وعلى القرار الأخير للبرلمان الأوروبي اللي قمعه فيما يخص التضييق واعتقال الصحفيين وسجن الصحفيين وبالإجماع صوت البرلمان الأوروبي على إدانة الجزائر في نفس سياق تقرير إعلامي جديد ناري ضد الجزائر وسياسة الهجرة اللي كتب هذا التقرير خرج من واحد الموقع أوروبي مختص بالهجرة معروف عالميا ومشهور عالميا الموقع بالنسخة العربية ديره معروف باسم مهاجر نيوز وكيفما كتبين في التعريف بالموقع ديالهم قال لك مهاجر نيوز مشروع متعدد المنصات تقوده ثلاث وسائل إعلام أوروبية كبرى شبكة الإعلام الخارجي FMM الفرنسي اللي فيها فرنسا 24 راديو فرنسا الدولية وراديو مونتي كارل والقناة الإخبارية الألمانية الدولية دويتشيفيل ووكالة الأنباء الإيطالية أنصر ويتم تمويله بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي يعني الجرار والاتحاد الأوروبي تقوم بتعطيكم الرأس مؤخرا شوية من البرلمان وذبفت تقرير الخطير على الترحيل الغير القانوني للمهاجرين الذين تدير الجزائر ثم المشكلة هو أن أوروبا تقلبه على الجراروة وخباقين تبيعون لهم الغاز باطل لاتحاد الأوروبي يحاول زعمي يمكن بين قوسين يحاول يتقرر بالمغرب على حساب قمع الجزائر هذا يا أصدقاء أن الأوروبيين لا تبقى مع المغرب هناك بيناتهم بين أوروبا أو الجزائر ولا دخل للمغرب في هذا الموضوع أصلا بالمناسبة التقرير سنجد لكم في صندوق الوصف وإذا دخلتكم ستلاحظوا أنهم نشرين خريطة المنطقة وديرين المغرب مقسم يعني ديرين خريطة الصحراء المغربية بعد ذلك الخط هذه المعلومة مهمة غير بشكل جراروة لا يقولون لنا هذا الموقع الفرنسي الألماني الإيطالي الأوروبي تابع المخزن هذا الشيء هذا المقسم الخريطة المغربية نحن لا نتشع علاقة بدل الموقع أو بدل البرلمان الأوروبي أو بدل الاتحاد الأوروبي هنا التقرير الألماني الفرنسي الإيطالي تنتقد الترحيل الجماعي التي تقوم به الجزائر عن حدودها مع النيجر وتترحل المهاجرين في شاحنات كبيرة وفي ظروف لا إنسانية وتتوصلهم وتتلحل في مدينة أساماكا لكينف النيجر نتكلم عن نوعين من الترحيل الترحيل الرسمي الترحيل الرسمي تدير الجزائر فقط للمواطنين الذين لديهم جنسية من نيجر لأنها عندها اتفاقية لتسليم المهاجرين مع دولة النيجر لكن أغلبية الترد التي تدير الجزائر تديره المواطنين من دول الغرب الأفريقية من غير دولة النيجر وكتلوحهم في النقطة الصفر أو ما يسمى بالنقطة الصفر على الحدود مع النيجر أو مع مالي أو مع الدول من غرب الأفريقية تكلموا أيضا على أن السلطات الجزائرية تعتقل بطريقة غير قانونية مهاجرين سرية لأفريقية وبدون محاكمة تهزم وكتلوحهم في الصحراء الكبرى عبر نقلهم في شاحنات في ظروف غير إنسانية وكتلوحهم بلا ماء و بلا ماكل نقرأ لكم جملة من تقرير الأوروبي في مقابلة مع دوتش فيلا قال كريم شامبرغير المسؤول في المونت داما يضطر المهاجرون إلى السير في ظل السحراء في ظل دراجة حرارة مرتفعة بدون طعام ومياه كافية مضيفا أنه خلال العام الماضي جرى ترحيل أكثر من 24 ألف شخص عبر الحدود الجزائرية في عمليات سرية جدا بالمناسبة نفس تقرير الانتقد بطريقة لا ديع الجزائر انتقد أيضا عنصرية رئيس سونس قيس سعيد صراحة هذا أمر محير الجزائر قدمت كل شيء وبأتمينة زاهدة إلى إيطاريا وإلى أوروبا وفرنسا باعتراسة جملة إلى فرنسا وإلى ماكرو رغم إهانة فرنسا للجزائر في اختطاف الإعلامية الجزائرية وتهريبة من تونس الجزائر درس علمية وسمحات لهم دون أن تعتدر فرنسا ومع تقديم كل التنازلات الجزائر كتاكل العسام من طرف البرلمة الأوروبي وأوروبا وإضا من منصات إعلامية كبيرة مبولة من طرف الإتحاد الأوروبي ومن طرف فرنسا وإيطاليا وألمانيا وفينا هذا وزير خارجية الجزائر أعطيته في لدرس العمامر رأينا الجزائر كتاكل العسام من كل جهة وقع ما كان هنا وقع ما نسمعه لا يتحرك تنسمعوا غير المعامر جودجيلة والذي يدرى وخفز زهايمر نبدأ بالموضوع الثالث والأخير الموضوع الخطير جدا بالنسبة لي جزائر استقبلت اليوم بالغياطة والطبالة في مطار بوخ الروبة ما يسمى بفريق سانداليسا وحضر لي السفير سانداليسا الذي كان في الجزائر هذا الفريق لنشرح لكم لا يوجدون في المحتلة وهذا الذي يجبونه مرة في المحتلة غير دراري متشريد جمعينهم في المخيمات الفريق الذي يلعب ضد ملودية الجزائر هو فريق متواجد في إسبانيا وأغلبيتهم لديهم الجنسية الإسبانية هذا ما في الصور للإستقبال سوف يبقى لكم مرقعين قليلا لديهم في مخيمات الدل والعار في مخيمات المهم هذا الاستقبال لديه تفسير المنتخب المغربي اللعب لحد الآن خمسة المباريات في الجزائر في الدور الأول ربحنا جنوب إفريقيا ربحنا نيجيريا وخسرنا معظم يعني النشيد الوطني المغربي والعالم المغربي تعزفوه وطرفعوه ثلاثة المرات في الدور الأول في الدور الثاني في الربع أعطينا طريحة المنتخب الجزائري الفتيان وربحناهم في قلب الجزائر بثلاثة الزيرو وبكيناهم وزمتناهم لعبنا مباراة النصفة والثاني تعزف النشيد الوطني المغربي ضد مالي ورحنا كيف أن القنوات الجزائرية قطعت صوت النشيد المغربي خاصة الفقرة الأخيرة ديال الله الوطن الملك ونحن غير قصارين وضحكين كالقورصة في المباراة النهائية ضد المنتخب للسينارات وستعزف النشيد الوطني وستهز العالم المغربي مرة أخرى يعني النشيد المغربي ستعزف فد البطولة أكثر من النشيد الجزائري ديال المنظمين ستعزف هذه المرة هدف حداته كارتات تحل وزلزال يضرب الجزائر في عقر ضريب صوروا أنه بسبب المنتخب المغربي الجزائر تمتانع على التخطية الإعلامية ديال البطولة ديال الكأسة إفريقية اللي هي من ضرق والتكتدير له التعتيم ما كتبغيش تعطي الأخبار ديالها لأنها بصفة مباشرة خاصة تدرع المغرب راح خيب حتى المعاودة أنه تكون منظم بطولة في بلادك وبسبب المنتخب المغربي لم تقوم بها تغطية وتحاول أن تنسي الجزائر فيها والتغطرة كبيرة لأنهم خايفين من المنتخب المغربي رباحة البطولة من الجزائر المهمة لا تقوم بخلال الجزائر بحالة لمقطعهم الرأس لكي يحاولون أن يستفزوا المغرب وينفسوا قليلا على رأسهم ويضايقوا قليلا على المغرب لأنهم يريدون أن يضموا مباراة ويدية بين فريق صندليستان لما لا تعرف بهم الكعف أو الفيفا لا تعرف بهم حتى الاتحاد العربي لكرة القادمة وقال لك يريدون أن يلعبهم مع النادي من المنوديات الجزائر هذه المباراة ستلعب في صورة أخوتي العزاز ستلعب يوم عشرين مايو يعني الغدل هي المباراة المغرب والسنية ستلعب 19 مايو ونريد أن ندق ناقص الخطر لكي يتميلها في وصل الكعف والفيفا لأن هذا كما تسمى تأسيس للرياضة مرة أخرى تنظيم مباراة ويدية مع فريق لا يعترف به أحد فاليوم الموالد النهائي للكاس أفريقي الفيتيان بين سينغال والمغرب هو محاولة صريحة لإستفزاز المغرب والمنتخب المغربي للفيتيان لكي يخرجوهم من تركيز والاستعداد لهذا النهائي هذا لأن الهدف الأول والآخر هو يلاقي العناصر المنتخب المغربي مع عناصر بوليزاريوف ملعب خرباقي مرتضلة يوم ١١٩ أو ١١١ سيجعل السبب أن فريق سانداليسان سيجعله يرى الملعب من الداخل قبل المباراة أو يدرب فيه ويستطيع أن يطلق المنتخب المغربي مع الفريق سانداليسان وهذا يعتبر تسييس للرياضة من جديد ومحاولة استفزاز المغاربة لكي يخسره من نهائي نتمنى من المدرب المغربي في شيبة والطاقم المغربي أنه من بعد وليدتنا على هذا الموضوع السياسي لأنه لا علاقة له بالرياضة وكنتمنى من فوز القجاع أنه استغل هذا الخطأ الفادح من طرف البلد المنظم الذي هي الجزائر لكي يرفع الملف عوتاني للكاف هذا يسمى الجرار وهما تحركات تتخسروا معنا على أرض ملعب الثلاثة في بلادكم وتبدأوا وتبكيوا وفي الأخير تنعروا لنا وتردوا لنا الصرف وفي الأخير وفي الأخير هدف كما قلت لكم هو استفزاز المنتخب المغربي لتخرجهم من تركيزه مثل ما يوجد اليوم غير ملعب خرباقي مرتدلة لكي يجرد المباراة ويجرد 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 هذا الملعب خرباقي مرتدلة كان منوعة لعبه في الدوري الجزائري أو المباراة ما تغيير؟ اليوم تحاولون ويجرد المغاربة مع عناصر البوليزاريو داخل ملعب لكي يختارون نفس الملعب تصوروا معي يا أخوتي العزاز تصوروا معي يا مسؤولين الكعف وتصوروا معي يا دولة الجزائر أن هذا الدراري يرى البوليزاريو ويجرد 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 أصحاب لا للفتنة ولا للجزائر لا يقدر لنواله ويجرد ويجرد لدينا ساعة مباراة ستلعب بين مولودية جزائر وفريق سانداليستان ولماذا تختارون واحد لأنهم منوع يلعبون فيه من غير بطولة الكأس الإفريقية كان منوع اليوم يلعبون فيه لمباراة رسمية لدور الجزائري الأول ولا حتى المباراة الويدية كان لهم غير المنتخب الجزائري وغير اللعبوا فيه غير بطولة الكأس الإفريقية التي تنضم في الجزائر حل هذه البطولة الآخر اخذوا ثلاثة زيارة ويقلبوا 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 هذا الفيلمات وكذلك يستقبلهم بالغياطة في المطار وفرحانين بهم وقال لك دعوا اليوم حافلة بالاسم صنداليسان ودعوا اليوم هذه الخرقة والحافلة التي دعوا اليوم وكفاس من حافلة قوانطانا مو ديالشان وكأس إفراقية المهم جرار هو ما غدوا له وكيف ما كتبوا له غدوا غير شعر ويقوموا بقلاد المجسم الغريب في الكأس العالم الذي صابته في وادسوف في الجزائر لأن النادي في وادسوف يظهر لدور المواد ويقوموا بقلاد المجسم الغريب لم يكن لديه علاقة بكأس العالم وكل واحد يتخلص علاقة نيسا وهذا ما الذي سيقوم بقلاده في الصورة ولا يجرر وزير إبداع في المستفيد في كل شيء ستكون مبارسة بين مولودية الجزائر ومغربي ستجدون المغاربة يستقبلهم بالورود يعنقهم ويبوسهم ويعاملهم وكثير من مزيد مولودية الجزائر الحاليان تدعم وتقسيم المغرب هي والجزائر ديال إلا ستلعبوا مع أرس النادي المغربي ويكونوا على بال ويديروا معهم ذلك الشيء الذي تطلبه الكاف فقط بلا زيادة بلا نقصان بلا رطوبية لأن هذه المباراة التي ستلعبها مولودية الجزائر هي مباراة عدائية ضد الشعب المغربي أولا المهم الجرارة لا تنسوش أن المغرب في سنة 1958 لعبنا ضد فريق جبه التحرير الوطني الجزائري وقامت الفيفا بمعاقبة المغرب وجمدات العضوية دياله لأنه لعب مع فريق غير معترف به من طرف الفيفا أول مباراة ديال الفريق جبه التحرير الوطني الجزائري كان ضد المملكة المغربية أو منتخب المغرب والمنتخب المغربي بسبب هذه المباراة تمنع من المشاركة في بطولة كأس إفريقيا وبطولة كأس العالم ونزيدكم من بعد المغرب كان من المقرر أن منتخب الجمهورية العربية المتحدة التي كانت تضم اتحاد بين مصر و سوريا كانوا دولة واحدة كان خاصهم يلعبوا مع الفريق الجزائري التحرير في تونس لكن كل من مصر و سوريا خافوا من العقوبة الفيفا ومتنعوا على صفر إلى تونس ولم يلعبوا مع الفريق الجزائري واليوم الشميش الولاد الشحي برك يردون لنا الصرف كانت من الفيفا و الكاف معاقبة الاتحاد الجزائري ومعاقبة نادي مولودية الجزائر أنهم تديروا تسييس الرياضة تسييس الرياضة في الظروف الخطيرة جدا لفيها نهاية الكأس إفريقيا الفيتيا والتي في محاولة انفضوحة من الجزائر تأثير نفسيا على المنتخب المغربي المهم الجرار و تعياء و ما تطيروا أما كان غير العفيز والحقرة وسط بلاد كم تأهلنا الفينال وعطيناكم 3-0 والمشكلة أنه أي منتخب غير يربح سيكون العزاف الشيراطون إلا ربحت السنغال العزاف الشيراطون حيث تتعرف بمغربية الصحراء والسنغال كالضيق على الجزائريين حيث يتعرفينه مش كيسوا وإلا ربحت المغرب والعزاة ثم العزاف الشيراطون يعني أحلاهما مروا السنغال العزاف الشيراطون لم يتعرفون المباراة وما يربح السنغال للمنتخب المغربي وعطينا المباراة أنهم ستجعلوا السنغال لأنها أقل ضرار نفسي بهم و تعرفوا أن فوز القجاع وساد لهم كل شيء وسط بلادهم وقدروا يطيروا أي تضيقات داخل الملعب لأنهم خايفين من الفيفا لتعاقبهم مباشرة لذلك لماذا يتعرفون هذه البهرة لأستضافة فريق سندريستان في اليوم الموالد النهائي بالمغرب والسنغال في حالة مثلا الفيفا أو الكاف مداروش عقوبة الجزائر على سلسيسم الرياضة في هذا الملف أيضا فأنتمنى من شنادي المغربي أن يدير مباراة ويدية مع جمهورية القبائل وعندهم منتخب قوي جدا على قدر منتخب جمهورية القبائل المحتلة رمز الجلف اتحادية كرة القادمة للدول غير معترفة بها جرال واحدة والله حتى عندكم الظهر بلادنا مركزة في التنمية الداخلية ومركزين في ذلك الشيء الذي يهم الوطن بها أما كنت احدى شئ دولة مثالية قبا بحالكم ومعندما يدير بحالكم والله حتى تتطلبون وترغبون أن يتوقفون على المضايقات التي يديرون لكم لأنكم غير خبيز ضعف يعني الدولة المغربية رسميا لذا تكون في البال مشيتوا فيها مساخ الواليد ولكن بلادنا لم تسالية لكم وبغناها لم تسالية لكم وتهتم بالتنمية وتقوية البلاد ونحن بعد نمية الدار مساهل لكم وما كان غير كل العصاو دورة قدر ما تنسوش أخوتي العزاز غدا حلقة نارية يوم الأربعاء أن نقشفها الأمراض النفسية والعقلية ذي الهجيران الشقاق والنفع الحلقة ستكون على الساعة العاشرة ليلا بتوقيت المغرب شكرا على المتابعة والدعم كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر